خبرنا يا عهد موجه للطلاب خاصة اللي ما زال اليوم لديهم امتحانات كيف بيتخلصوا من الضغط النفسي قبل الامتحان معرف انه في كتير نصائح رح نعطيكم بعض النصائح ياللي البعض قاموا فيها وساعدتهم مثلا انكم تقوموا بمراجعة الدروس قبل الامتحان بوقت كافي يعني ما تتركوا لآخر لحظة كل شي هالشي رح يخليكم تشعروا براحة أكثر يعني ايضا اوقات المذاكرة يبدو انه المذاكرة بالصباح الباكر افضل بكتير من المذاكرة بالليل ما تأجلوها الاستراحة بعرف انه انتو عم تدرسوا رح تاخدوا كتير استراحات لكن خلوها نوعا ما قصيرة ومنتظمة يعني مش استراحة خمس ساعات ودرس نص ساعة العكس تناول اطعمة ايضا تحتوي على اوميغا ثري وفيتامينات لحتى يساعدكم بيكون عندكم نشاط وايضا بعض النصائح تقول انه ممارسة بعض التمارين الرياضية هذا الشي مفيد لانه رح يزيد الاكسجان بجسمكم ويخليكم تركزوا اكتر ايضا نصيحة شرحوا الدرس لشخص اخر هذا الشي ممكن يساعدكم انكم تتذكروا بشكل اكبر فبعض الناس يعاد بيقوموا هذا شيء قدام المرآت او بحاولوا يتخيلوا حالا على المسرح عم يشرحوا الدرس هذا الشي مفيد واهم نقطة لو سمحتوا وبهالفترة حاولوا تنسوا هالهاتف الخلوي المحمول اللي حتكون حطوه على جنب لانه يبدو انه من اكثر العوامل يلي بتشتت الانتباه وفكرة اذا بتكون تغدوه بعين الاعتبار بالنهاية يا شباب والصبايا الامتحان منه قضية حياة او موت فيه دائما فرص اخرى استرخوا واستمتعوا بهالتجربة والنجاح ان شاء الله يارب يكون حليف كل يلي عندهم امتحانات امتحانات